صباح الخير النهاردة أنا عاوز أتكلم عن موضوع الرأي وأهمية الرأي لأن الإنسان عندما يقول رأيه أولا هو المفروض إذا كان يقول رأيه فإذا عليه أن يقول ما هو مقتنع به مش لا يبقى عاوز يستفز اللي قدامه أو يبسط اللي قدامه وبالذات نتكلم عن الأراء المناقشات الإنسانية والعلمية على السوشيال ميديا أو حتى في الإنسانية يعني ناس بتتكلم مع بعض بتناقش موضوع أيا كان إنساني، سياسي، أدبي لأن لو الإنسان بيقول رأيه وخلاص بيبقى مش مقتنع به يعني مش هيقدر يوصله أساساً يعني أنت لو مش مقتنع بالشيء، مش هتقدر توصله مش هتتحس يبقى عامل زي الممثل اللي مش عارف يمثل الدور كويس، مش مقتنع بالدور فمش هيقنع له قدامه لما كل ما تبقى أنت مقتنع برأيك كل ما بقى أصدق إذن، الرأي يجب أن يكون عن اقتناع بمعنى كمان أنه عندما تجادل أو عندما يكون هناك جدال بين اثنين لا يصلح أن يكون الجدال لمجرد الجدال لأن لو مجرد الجدال بيبقى مؤرف بيبقى صعب بتبقى المناقشة لأن مالهاش بدون جدوى يعني مالهاش هنوصل لأيه في الآخر يعني مفيش هدف من الموضوع إلا أن الثاني عايز يجادلك وخلاص فهذا النوع من الجدال بيبقى عقيم يعني لو بمعنى يقول الجدال عقيم يعني لو أنه مش هينتج عنه شيء مش غير منتج غير مجدي غير مفيد يعني فيه مصطلحات كتير إنما بتقال كتير بس فيه ناس غاوية ده غاوية الجدال لمجرد الجدال وده بتبقى أصعب ناس ممكن تتناقش معاهم في أي حاجة ومعظمهم هؤلاء الناس بيبقوا حتى غير ملمين بالموضوع وده بيخدنا في نقطة تانية عندما تقول رأيك في موضوع يجب أن تكون ملم بيه إنسانياً أخلاقياً علمياً فكرياً بكل شيء تكون عشته أو حطيت نفسك مكان الآخر لما تقول رأيك تكون أنت مريت بالظروف دي لأن ما ينفعش تقول رأيك عن حاجة وأنت لا تعرف عنها عاملت زي البحث لما تقدم بحث أو بتعمل بحث لازم بتبقى قريت الأول مراجع وبعدين كتبت البحث وصلت للي أنت وصلت له وبتبقى مقتنع للي أنت وصلت له وفهمته أولاً وقتنعت به وفي النهاية بتقدر تنقشه بتقدر تشرحه لغيرك إنما لو أنت مش مقتنع مش هتقدر تنقشه وهذا الاقتناع لازم يكون ناتج عن خبرة إما بالقراءة بالرؤية مثلا أنا عايز أتكلم عن حياة ناس معينة مقدرش أتكلم عنهم أو أدي رأي فيها وأنا عمري ما شفتهم عمري ما اختبرت طريقة حياتهم اختبرت ظروف حياتهم لازم أكون روحته وشفته وقابلته وكلمته وعرفته ما ينفعش يبقى هو من بره زي القشرة كده ما ينفعش تبص على الحاجة وانت واقف من شباك إزاز لازم تدخل جوه وتشوف وتحط نفسك مكان الآخر أو تحط نفسك يعني طبعا لو حاجة محتاجة قراءة لازم تكون قاري كويس لأن ما تقدرش تقول رأيك وبعدين تقول أو أنا على الأموم الموضوع دوا ما ليش فيه طب انت بتقول رأيك ليه يبقى انت المفروض ما ليكش رأي في الموضوع لأنك لا تتحدث في موضوع أنت لا تعرف شيء عنه خبرة حياتية محتاج ان انت بقى عندك خبرة حياتية في الموضوع دوا موضوع إنساني انت مريت به أو فعلا حطيت نفسك مكان هذا الشخص عشان تتكلم عنه ما ينفعش تحكم على شيء وانت بتبص من منظورك انت وأوحش حاجة أو أوحش ناس اللي هما دايما بيبصوا للموضوع حسب هما يعني تبص تلاقيهم هما ضد حاجة معينة لمجرد إن هي مدايقهم هما إنما ممكن فيما بعد هذا الشيء مش مدايقهم خلاص مبقاش هو مدايقهم بس مدايق ناس تانية ما يهمهمش أو أو تلاقيهم تنقلب ينقلب حكمهم على هذا الشيء يعني فأفهم إزاي يعني يعني كانوا حاجة هما ضدها لأنها كانت تعباهم بس خلاص ما بقيتش تعباهم يعني مثلا في شخص كده مدايقهم فتبصت ليهم يعيبوا عليهم هذا الشخص بقى كويس معاهم يبقى خلاص زي الفل لكن هذا الشخص بيدايقك انت مثلا يعني أكيد فيه مننا بيعرف ناس بهذا الشكل وأنا بدي أمثلة كده إنما أيضا في السياسة تلاقي كده في كل حاجة بتلاقي النماذج دي اللي هو طول ما الشيء كان ضده هو شخصيا تبص تلاقيه ضده وبيصور عليه وبيعيب عليه هذا الشيء بقى أصبح لصالحه أو هذا الشخص بقى كويس معاه هو أو تصالح معاه هو بيبقى خلاص مش مهم بقى الناس التانية اللي هي عندها مشاكل مع هذا الشخص ما ما يهموش وتلاقيه دايما هو فاكر بس الموقفين اللي كانوا تعبينه إنما بقيت المواقف الناس التانية أو الظروف اللي مر بها التانية مش مشكلة وبنلاقي ده حتى في حاجات كتيرة حتى في الإعلام، في الدنيا، أصدقاء، ناس كله تلاقيهم عندهم نفس المشكلة دي إنه ببضد نظام معين أو رئيس معين أو مدير معين أو حاجة لمجرد إنه كان تعبه هو مجرد ما بدأ يرياحه خلاص بقى زي الفوليا مش مهمة بقى هو بيعمل إيه مع الناس التانية مش مشكلة ده شيء خاطئ لأنه ما حطش نفسه مكان الناس التانية والمفروض يفهم إنه إذا كان هذا الشخص ضحية ممكن برضو في يوم الأيام أرجع وبقى ضحية تانية أو أضع نفسي في مكان الشخص ده أقول لو أنا مكانه كنت أحس بإيه؟ أو هو تحت الظلم ده أو هو بيتعامل بالمعاملة دي أو هو بيقال عنه كلام دوا أو كذا أو كذا أو كذا أنا أفهم وأحط نفسي في المكان فإذا المعيشة مهمة لأنك ما ينفعش تبقى من بره فإذا كان موضوع مرة أخرى إذا كان موضوع ثقافي محتاج تبقى لي عنه كويس حياتي بقى محتاج أن أنت تكون إما عاشته أو فعلاً حطيت نفسك مكان تجربة الناس دي لأن ما ينفعش يقال الرأي بدون تجربة حياتية دي مهمة تاني حاجة الإنسان عامل زي الأكل كده ما ينفعش يعني طول ما هو بره يعني لازم يبقى يسخني بارد مثلك لو بين البنين بيبوص ما بينفعش فما ينفعش بقى عندك رأي عايم يعني اللي هو إيه يعني كان زمان في قولك ده مالوش رأي و مالوش كلمة كان دايماً على الناس اللي ما تفهم لهمش اللي هو لا أنا لا بلاش أنا عباس ما ما ينفعش ما تقدرش في المسرحة بتاع التحياة كريوكا لا أنا بلاش أنا عباس ما ينفعش إذا أردت أن يكون لك رأي فهذا الرأي يجب أن يكون محدد ممكن آه فيما بعد بتقابلك حاجات أو بتاع أو أو ممكن انت اللي انت كنت يعني مش لازم تبقى عشان كنت ضد شخص تبقى دايماً ضده ومش مع شخص تبقى دايماً معاه يعني ده بيبقى تعصب تعصب أعمى لازم تبقى موضوعي في ناس شخصيات عامة وخاصة وكله بتبقى فعلاً انت لما بتتعامل معاها هو مالهمش إيجابيات خالص فما ينفعش تبقى معاهم في حاجة يعني هم بيبقوا خربين الدنيا فعلاً مالهمش انك تدفع نوم في حاجة إنما فيه شخصيات تانية بيبقى فيه كده وفيه كده يعني تقدر تدافع عنهم في حاجات وبتبقى ضدهم في حاجات بس المهم تبقى انت فاهم انت معاهم ليه هنا وضدهم ليه هنا يعني لماذا لازم تبقى عارف ما هو الموقف اللي انت معاهم فيه أو ضدهم فيه ولماذا انت ضدهم فيه فا لازم تدي أسباب فبدون ما تعطي أسباب يبقى رأيك نقص ومرة أخرى ما نفعش تقول يعني أنا ماليش في الموضوع ده يبقى طيب بتقول رأيك ليه يعني دي نقطة مهمة جدا انت لازم قبل ما تفكر تقول رأيك في حاجة بتبقى محدد رأيك فيه حاجات اه ممكن مثلا وانت بتقول رأيك اللي هو عامل زي اللي هو معا وضد pros and cons يعني ان انت مثلا بتقول حاجة مثلا رأيك في موضوع معين فبتقول ثلاث اربع حاجات الكويسة اللي فيها ثلاث اربع حاجات سيئة فيها اوكي ماشي ده بس ايضا لازم تبقى محدد ايه الكويس ويه الوحش وتبقى مقتنع فعلا ايه الكويس ويه الوحش ده شيء لان انا عارب فيه ناس تقول لي طب ما هو فيه حاجات ممكن اقول اوكي بس المهم ان انت تبقى محدد هذا الرأيك وبعندك اقتناع بيه يعني ما تقول ثلاث حاجات كويسين ده باتت مقتنع ان فعلا دول كويسين مش عشان ترضي حد وتقول علم كويسين او تبقى ضدهم وتقول علم كويسين ويبقى مرة اخرى من الافضل ان انت بقى ما تتكلمش في موضوع تاني او ما تتكلمش خالص يعني لو انت مش قد الكلام ما تتكلمش خالص مش لازم ان انت تتكلم يعني افضل ان انت تسكت عن ما تتكلم نص كلام برضو شعرنا الكبير خليل جبران ايلا في الموضوع بتاع نصف حياة دي يعني يعني يما تسكت يما تتكلم منفعش تسكت شوية ومنفعش تتكلم شوية لازم تحدد موقفك انت معه اما انت ضد ممكن تبقى معه وضد في نفس الموضوع ماشي بس انت معه ايه وضد ايه انت مع مين وضد مين وليه انت معه الحاجات دي وليه انت ضد الحاجات دي وفي النهاية الانسان ممكن يعني يبقى خايف انه رأيه يغضب او طبعا ارجع واقول ايه الغرض من رأيك هل انت بتقول رأيك عشان تغضب في ناس اه كده في ناس ممكن تقول حتى يقولك ده بيقول كلام من وراء قلبه بس عايز يستفز اللي قدامه ده شيء صعب جدا النوعية من الناس دي لو عاوزة تستفز وخلاص يعني بتقول رأيه هي مجرد عايزة تستفز ده شيء صعب انما المفروض انت تكون بتقول رأيك وانت مقتنع به ان هذا الرأي والرأي السليم وفي النهاية هيوصل ازاي ده سيبه للمتلاقي وما تقدرش اذا حاولت ان تكسب الجميع ستخسر الجميع واذا حاولت ان تخسر الجميع ستخسر الجميع فما تحاولش لا تكسب ولا تخسر وما تحاولش بس تعمل بلبلة ما ينفعش لازم يبقى انت فعلا حاسس بان الكلام ده مضبوط قبل ما تقوله وإلا مرة اخرى افضل ان انت ما تتكلمش انت لو عمدت بلبلة وجات الناس تجدلك فيه وقلت انا على عموم انا مليش دعو بالموضوع دوان وانا مليش فيه وانا قلت الكلمة دي وخلاص احنا شوفنا ناس كتيرة شخصيات عامة بتعمل كده بتطلع تقول كلمة وبعدين لما تبتدي تواجه يقولك اما انا مليش دعو بالمجال دوان انا قلت رأي وخلاص طب يبقى غلط يبقى ما تقولش رأيك او بالاحرى ما تقولوش علانية لانك لانك لو ما تقدرش تعلل هذا الرأي تبقى انت فيه مشكلة خطيرة وستبقى هذه المشكلة موجودة لان ما يقال لا يموت حتى وانقيل شخصيا كل كلمة بتطلع من الانسان هي حية حية بمعنى الحياة مش حية يعني تعبان والكلمات تقتل اكثر من الاسلحة لان ولهذا قبل ما تقول كلمة يجب ان تعرف مقصدها يجب ان تعرف مقصدك انت انت ماذا تقصد بهذه الكلمة لان ما ينفعش تقول كلاما بعدين تقول ما كنتش أقصد يبقى طب كنت قلت ليه كده فعليك ان تعرف ما هو رأيك تعرف كيف ان تعبر عن رأيك تعرف وتعرف لماذا انت وصلت لهذا الرأي وتعرف نتيجة هذا الرأي واذا كنت متفق على هذا قل رأيك بس يجب قبل ان تقول رأيك تبقى متفق على هذه النقط اولا فيما بعد ممكن تناقش هذا الرأيك فيش مشكلة انما لو في نقطة منهم واقعين او نقطة واقعة او نقطتين واقعين مش هتعرف تناقش رأيك وتبقى سببت مشاكل وخلاص انما الرأيك محتاج ان يكون واضح وليه اسبابه وممكن ان يعبر عنه بالطريقة التي يجب ان يعبر عنه ونشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة